الحبيب علي القفري تحدث عن أن الإنسان هو المفتاح الحقيقي بالإصلاح الاقتصادي والثقافي الآن اليمنين يعانوا من أمراض اجتماعية كثيرة كيف ممكن تصلح وضع اليمن والناس ينتحروا كيف ممكن نصلح وضع اليمن والنساء مقانين يعني النساء يفقدن عقلها النساء يمارسن قرائم على أبنائهم والرجال كذلك يعني في معاناة اليمنين يمروا فيها ومشاكل اجتماعية لم نسمع فيها حتى إلى درجة ناحية تظهر تعارض مع قول رسول الله بأن اليمنين ألينوا قلوبا فما رسالتك لهم الله الفقير إلى الله لا يرى أنه أهل أصلا أن يرسل رسالة لأناس تحت وطأة هذه المعاناة وأنا خارج هذه المعاناة لا يعيشها بالجانب الجسدي الحسي ولكن ولأنه أيضا مهما بذلت من جهد في مديد العون أو ما استطيع من مديد العون هناك يبقى قليلا أمام حق إخوتنا وأهلنا علينا هناك ولأن المعاناة التي يعانيها النساء والأطفال والشباب والكبار هي دفع ثمن لأخطاءهم لم يرتكبوها فلهذا نقول لأهلي وإخوتي أبنائي وبناتي وإخواتي ومهاتي في بلادنا يعني الفرج مقبل والله الفرج مقبل أقسم بالله أني أراه أمامي كما أرى من يجلس الآن أمامي الفرج مقبل ولكن إلى أن يأتي هذا الفرج نحن بحاجة إلى قلوب تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وافقة به متخلية عن أي توقع من أحد لن ينفعنا أحد لا شرق ولا غرب ولا صاحب ولا عدو ولا ينفعنا أحد ولا يؤثرنا أحد نلتجئ إليه وقلوبنا مفتقرة إليه وقد غسلت تعلقها بكل من دونه هذا الأمر الأول الأمر الثاني دعونا نتوجه نحو معالجة قلوبنا بالمحبة بتجاوز الأحقاد والكراهية لا تصغوا لأي أحد يخاطبكم بكراهية أي أحد يقول لكم اكرهوا فلان أو يحرضكم الجهة الفلانية عدو الجهة الفلانية كذا الجهة الفلانية كذا سواء كان بسبب سياسي أو بسبب سلالي نسبي سواء كان هاشمي أو قحطاني أو أقيال أو شيء من هذا الكلام الفارغ أو يحرضونكم على أساس جهوي شمالي أو جنوبي أو شمال الشمال أو أهل المناطق الوسطى مناطقي أي أحد يحرضكم على أساس ديني طائفي سنة شيعة زيود شوافع أي أحد يحرضكم على أساس قبلي أي خطاب تحريضي تشعر عند الاستماع إليه أن قلبك يظلم بظلمة الكراهية أنك يمكن أن تخرج من البيت فتنظر إلى أخيك تنظرين إلى أختك التي تعرفينها من سنين جارة نظرة كراهية لا تستمع إلى هذا الخطاب والله هو باطل ولو استشهد بألف حديث نبوي لو استشهد بمئة آية قرآنية يكذب أو يخطئ لا الآية ولا الحديث تقول لنا هذا هو محاولة لتوظيف الآية والحديث في غير ما جاءت فيه لا يمكن أن هناك دين يحملنا على تباغض لا يمكن أن تكون وطنية تحملنا على تباغض لا يمكن أي صورة سليمة لأي انتماء سليم تجعلنا نبغض بعضنا البحض أي شيء من ذلك إما أن يكون منطلق باطل أو فهم باطل لمنطلق صحيح فأي أحد يحاول أن يزئي كفانة بغضة كراهية طيب ما تعلقك بدقيقتين للمرأة أو للعائلة اللي يكونوا أفرادها مقسمين واحد بقبهة الحوثي واحد والثاني بقبهة ماريب والثلاث بقبهة عدن والرابع بقبهة السعودية أي شيء الرسالة الدينية أو كابنهم وأخوهم أي شيء رسالة للرسالة للأباء والأولاد للعائلة بكلها لا تقبلوا أن يكون في أسرتكم تباغض على مواقف سياسية أولا هذه دعونا نقول بداية هي ليست مواقف دينية ليست مواقف دينية كما قلنا من قبل وأؤكد هذه الاتجاهات ليست مواقف دينية والدين منها براء ما معنى براء كفار لا يعني أنها ليست مواقف مبنية على ديانة ليست دين الذي يبررها ولا يوجد فيها شهداء ولا يوجد فيها شهداء إلا من اطلع الله على نيته بأنه مدافع عن نفسه فأن قتل دون داري فهو شهيد فلا أستطيع أن أطلق هذه مسألة قلبية بين القلب بين الرب وبين العبد لكن مسألة أني أقاتل هؤلاء ضد هؤلاء لأني وقفت ضد هؤلاء فأنا شهيد إذا قتل لا ليس هذا موجودا لكن مية الإنسان في لحظة قتال دفاع عن عرض عن أرض هذه قصة أخرى لكننا نتكلم هنا عن الأسرة التي ذكرتها فيها ثلاثة أو اثنين باتجاهات مختلفة لا تقبلوا أن تفرقكم الاتجاهات أولا هذه ليست ديانة هذه مواقف سياسية وما دامت مواقف سياسية لا يجب أن نقبل أن تجعلنا المواقف السياسية متباغضين قاطعين لأرحامنا متقاتلين مقاطعين لأرحامنا قطيعة الرحيم هذه حرام من الأشياء التي حذر منها الله عز وجل وجعلها سببا للعنة والخروج من رحمة الله نسأل الله السلام وعلا إذا لا نقبل شيء من ذلك وربما في لقاء آخر يسر الله لنا